وينضم إلينا من فرنسا خطار أبو دياب والسادة العلاقات الدولية بجامعة باريس سهلا بكم سادة خطار معنا بداية ما انعكاسات هجوم الشانزليزي على المشهد الانتخابي خاصة نسبة التصويت على مراكز الاقتراع وتأثيره عليها تحياتي لكم وللفريق العامل لكل من يشاهدنا هذا الاعتداء على جادة الشانزليزي وسط العاصمة الفرنسية ليس بعيدا عن قصر الإليزي وعن مركز القرار في فرنسا جاء ربما من قبل هذا المتطرف أو من قبل من دفعه لكي يغير المصار لكن عشية دورة أولى فيها 11 مرشح لا أظن أن ذلك سيعدل كثيرا في توجهات الناخبين ربما البعض يريد دفع فرنسا إلى مكان آخر بسبب سياستها الخارجية النشطة بسبب مواقفها بسبب مكافحتها للقوى المنحرفة الأهم الآن سنرى نسبة الممترعين على التصويت إذا كان ذلك هو المعيار لأن التنافس هو بين عدد كبير من المرشحين 11 مرشح يتنافسون على هذا الدور الأول ومما لا شك فيه أن موضوع الأمن له حصته ولكن هناك موضوع البطالة المزمنة الوضع الاجتماعي الاقتصادي الذي يعد أولا من أولويات الناخب الفرنسي عند الذهاب إلى صندوق الأقتراع استطلاعات الرأي أظهر التقدم إيمانويل ماكرون في الجولة الأولى فهل تنطبق هذه الاستطلاعات مع واقع توجهات الناخب الفرنسي حاليا؟ هذا هو السؤال جوهري ودقيق لأنه سبق الاستطلاعات الرأي أن فشلت في تخمين جيد للبريكسيت في بريطانيا لانتخابات ترامب وهولندا وغيرها لكن بالطبع تبقى هذه الاستطلاعات مؤشر وهذا المؤشر يدلنا بشكل أو بآخر أن هناك تنافس بين أربعة مرشحين على التأهيل ماكرون، لوبين، مع فيون من اليمين ومن وشو من أقصى اليسار ويمكنني القول أن الفارق الصغير ونسبة الخطأ يحدو بي للقول أن الأمور ليست محسومة وأن التنافس سيكون ثلاثي ما بين ماكرون ولوبين وفيون ولذلك تبقى هذه الدورة الأولى من الانتخابات الفرنسية الأكثر صعوبة في التخمين وهي غامضة مصيرية بالنسبة لفرنسا وأوروبا وتبقى حتى آخر لحظة مجهولة النتائج طيب في ظل المخاوف الأمنية الحالية بعد هجوم الشانزلزي وهذه المخاوف مصاحبة للعملية الانتخابية حاليا من الرابح ومن الخاسر من المرشحين تحديدا من تلك الهواجس بعد الهجمات التي شهدتها البلاد مؤخرا لو كان هذا الحادث هو الأول ولو كان هذا الحادث قد أصاب قدرا كبيرا من المدنيين ربما لكان أحدث الهزة الكبرى لكن فرنسا هي في عين العاصفة منذ أوائل 2015 وهي تتعرض لهكذا عمليات ولذلك لا أقول أن الإرهاب أصبح ظاهرة تعتاش مع هالناس لكن تأثيره المباشر ليس بذاك التأثير الكبير ربما هذه الهواجس تفيد من عنده خطاب أمني متشدد مثل السيدة لوبان أو خطاب معادي للمسلمين مثل السيد فرنسوا فيون ولكن في نفس الوقت يمكن لهذه الظاهرة أن تقنع الناس المطلوب أن يكون هناك حكم زكي قادر على إدارة فرنسا وقادر على مواجهة هكذا ظاهرة بكل الأسليم ومن هنا تبقى اللعبة كما قلت مفتوحة خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس كنت معنا من فرنسا شكرا جزيلا لك